نظم مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب مؤتمراً في قرية زامر للحديث عن الوضع الاقتصادي الذي ازداد سوءاً في ظل أزمة كورونا وتقليص الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية في البلدات العربية الميزانيات توزع بشكل كتير تمييزي يعني احنا نحكي حوالي 4% من ميزانيات التطوير تصل للمجتمع العربي هذا بيؤدي إلى فجوات مخيفة بين البلدات العربية والبلدات اليهودية يعني حتى بالخدمات مثل المواصلات العامة انت بتشوفينه في بعض الحديث اليوم 11-12 بلد عربية بدون مواصلات عامة لما احنا بنحكي عن الصحة النتيجة التمييز الممنهج في عندك عمر الزلم العربي أقصر بعمر المرأة اليهودية اللي هي أطوال عمر في البلاد بتمن سنوات يعني احنا بنحكي نوعية الحياة وطول الحياة عند العرب أقصر بسبب الفروقات في أسلوب الحياة وفي الميزانيات المرصودة لما بنحكي على المناطق الصناعية خذ بلد صغير زي زامر لما انت عندك بلد من هذا النوع موجودة بمركز البلاد اليوم بهاي البلد طالبين 500 دنم لمناطق صناعية وتجارية 500 دنم فش عندن هنا أكثر من 150 فعملياً احنا بنعرف أنه لما انت عندك منطقة تجارية وصناعية من هالشكل ممكن يتوفر لإلك عشرات الملايين مدخول ذاتي للسلطة المحلية اللي بتقدر تقدم فيها خدمات للناس تتضح الفجوة في انعدام خطوط للمواصلات العامة في أكثر من 12 بلدة عربية عدا ما يخص تطوير الشوارع والبنى التحتية يشكل مجتمع العربي إشحافاً مستمراً وتمييزاً واضحاً بحقه بينما تخصص الحكومة قرابة 5% من ميزانياتها للبلدات العربية تكثر الذرائع التي تحمل السلطات المحلية المسؤولية في عدم استغلال الميزانيات لصالح تطوير بلداتها فإذا الحكم المركزي والسلطة المركزية نفسها أحياناً هي بتكون قرارتها فيها تخبط فبالتالي هذا بنعكس على السلطات المحلية وعلى السكان بالذات الوسط العربي وإحنا واضح أنه كسلطات محلية وضعنا الاقتصادي أصعب من السلطات اليهودية وبرضو سكاننا في وضع اقتصادي كثير أسوأ والإمكانيات أنه يقدروا خلصوا الشهر ويقوموا بالالتزامات البيت كثير أصعب إذا مكرنة مع الوسط اليهودي وحتى المعاملة، معاملة البنوك سواء للأعمال أو للزبائن فيها تفريق وفيها تمييز فالبنوك بتشدد أكثر في الوسط العربي وكثير من نسبة عن حالات أنه بتوجهه للسوك السوداء وهذا طبعاً لا شك أنه في النهاية إلو إنعكاسات سلبية على مجتمعنا على الرغم من الأزمة الصحية الحقيقية التي يعانيها المجتمع العربي جراء أزمة كورونا لم تجد الحكومة وسيلة فعلية للتقليل من معدل ارتفاع البطالة التي تزداد بشكل هائل لتكون مشكلة المجتمع العربي تراكماً للتمييز الممارس ضده اجتماعياً وصحياً واقتصادياً